نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان عد تخفيض حصة نينوى من الكهرباء إجحافاً كبيراً لافتاً إلى أن نينوى منكوبة وبحاجة إلى زيادة حصتها من الطاقة الكهربائية وليس تقليصها يجد أن معالجة الأمور بهذه الطريقة واستخطاع 350 ميجاوات من حصة نينوى الكهربائية وإجحاف بحق أهالي محافظة نينوى هذه المحافظة التي فيها الكثير من المدن المنكوبة من المفروض أن يتم زيادة حصتها من الكهرباء وليس استقطاع وإن كان هناك خلل في محافظات أخرى من العراق نحن نطالب مجلس الوزراء العراقي ووزارة الكهرباء بمعالجة الخلل في المحافظات الأخرى عن طريق طرق أخرى وليس باستقطاع من محافظة نينوى لأننا اليوم مثل ما قلت أننا اليوم من المحافظات المنكوبة نعتبر من المفروض زيادة حصتنا وزيادة حصتنا من الأمور المالية الأخرى وليس استقطاع حصة محافظة نينوى التي هي بحاجة إلى الكثير من الأمور لأننا اليوم نريد أن نحيد أهالينا النازحين المتواجدين في المخيمات ترجمة نانسي قنقر